دعى وفد أممي ميانمار إلى إجراء تحقيق فعلي في الفضائع التي يشتبه بأن أقلية الروهينغا تعرضت لها وذلك في نهاية زيارة ديبلوماسية عالية المستوى إلى منطقة النزاع ويقول اللاجئون وجمعات حقوقية إن الجيش البورمي قام بشكل منهجي بعمليات اغتصاب وقتل للمدنيين وأحرق قرى خلال عمليات تطهير في ولاية راخين بذريعة ملاحقة متمردين بالنسبة للظروف المعيشية للروهينغا كان مسؤولو الأمم المتحدة وجمعات الإغاثة عبروا عن قلقهم من أن موسم الأمطار سيزيد من حدة الأزمة الإنسانية